السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي تلاميدي الأعزاء في هذه الحصة الجديدة التي سنخصصها للصفحة رقم 39 كتاب الواضح في النشاط العلمي للمستوى الثالث ابتدائي إذن درسنا لهذا اليوم هو بماذا يتميز الكائن الحي؟ بماذا يتميز الكائن الحي؟ يعني ما هي مميزات الكائنات الحية؟ الهدف التعلمي هو أميز الكائنات الحية عن الأجسام غير الحية إذن أي وسط طبيعي يتكون من كائنات حية وكائنات غير حية؟ إذن في هذه الحصة هذه سنميز بينها إذن أنتعليق أذكر أسماء بعد مكونات وسط طبيعي بجوار سكناي أو مدرستي إذن الصورة تمثل وسط طبيعي بجوار إما سكناي أو مدرستي إذن عندنا هنا بعض المكونات هذه المكونات اللي كان لقوها في هذا الوسط الطبيعي اللي هو هذا البركة المائية أو هذا النهر هذا توجد فيه مكونات أو كائنات منها الكائنات الحية والغير الحية إذن هنا عندنا حشرة أو نملة حشرة أخرى دعسوقة عندنا العصافير يعني في هذا الوسط هذا نجده الطيور والعصافير عندنا الأزهار عندنا الأحجار أو الحصى اللي كانت تكون في النهر وعندنا دود يعني دود الأرض إذن هذه هي مكونات هذا الوسط الطبيعي يعني تتكون من كائنات حية اللي هي الحشرات والطيور والنباتات أيضا من كائنات الحية والحشارات وأيضا الكائنات غير الحية اللي هي الأحجار إذن تسأل اللي سنوضعه هنا بخصوص الدرس دينا هو ما هي مميزات الكائنات الحية أو بماذا تتميز الكائنات الحية إذن بماذا تتميز الكائنات الحية فالكائنات الحية اللي تبقى على قيد الحياة يجب أن تتغذى وأن تتنفس وأن تنمو إذن مميزة الكائنات الحية هي التنفس، الغذاء، التكاثر، نمو إلى آخره إذن الكائنات الحية تنمو، تتنفس، تتغذى، تتوالد، تتكاثر، تموت إلى آخره الكائنات الحية قلنا فيها نباتات، حيوانات، حشرات إلى آخره الإنسان أيضا من الكائنات الحية يعني كلها في حاجة إلى تنفس، الغذاء، التكاثر، تتوالد إلى آخره إذن أثناء خرجة دراسية إلى الغابة التقطنا صورا لبعض مكوناتها للتمييز بينها إذن عدنا بعض مكونات يعني التي توجد في البيئة أو في وسط طبيعي إذن بعض المكونات، هذه الميزة بينها أكتب أرقام صور هذه المكونات في إحدى الخانات إذن هنا عدنا حيوانات، نباتات وأشياء أخرى إذن الصورة الأولى ماذا تمثل؟ تمثل مجموعة من الدعثوقات فالدعثوقات عبارة عن حيوانات، يعني حشرات وحيوانات إذن نكتب هنا رقم واحد الصورة الثانية أيضا تمثل يعني واحد الحربة أو وزغة هو واحد للجارات، فهي من الحيوانات رقم اثنان ثلاثة، يعني مجموعة من الحصى ليست بحيوانات وليست بنباتات، يعني أشياء أخرى دراف رقم ثلاثة رقم أربعة، نباتات رقم خمسة، ماء، بركة ماء إذن رقم خمسة، نضيره في أشياء أخرى هنا رقم ستة، كي مثل نوحد الحيوان النافق إذن ستة في الحيوانات سبعة، مجموعة من الأزهار والورود، إذن نباتات ورقم ثمانية، عبارة عن حوت كبير، حوت الأزرق أو الدلفين، فهو يعني حيوان رقم ثمانية، مع الحيوانات إذن نمر إلى سؤال موالي أكتب أرقام الصور التي تعبر عن التغذية من بين هات الصور، الصور التي تعبر عن التغذية هي صورة رقم اثنان، وزاغة تتغذى على جرادة إذن رقم اثنان الموت، الصورة التي تعبر عن الموت هي رقم ستة عندنا حيوان ميت أو نافق التوالد، التوالد كتمثل لنا الصورة رقم واحد يعني هنا عندنا دع سوقات تتوالد وتتكاثر التنفس هو هذا الحيوان هذا، هذا الدلفين الذي يتنفس ذا رقم ثمانية أستنتج مميزة الكائن الحي هي إذن مميزة الكائن الحي هي التغذية يعني الكائن الحي يتغذى، يموت، يتوالد، ويتنفس إذن هي التغذية، والتنفس، والتوالد، والموت إذن كائن الحي تتنفس، تتغذى، تتوالد، وتموت استخلص، أملأ الفراغات بما يناسب، المياه، يتوالد، حية، زهرية، يموت، يتغذى، توجد في الطبيعة كائنات كالحيوانات والنباتات، فهي كائنات حية حية، لماذا؟ لأنها تنمو، وتتكاثر، وتتغذى إذن كائنات حية كالحيوانات والنباتات، كما توجد أجسام غير حية أجسام غير حية كالصخور والمياه يتميز الكائن الحي بأنه يتنفس، ويتغذى، وماذا أيضا؟ وا يتوالد، ويموت إذن كائن حي، أتغيبان، غير حي، ناو نان ويفان، التورب، لسول سؤال آخر نضع علامات تحت الصورة ديلكل كائن حي وباش نميز الكائن الحي عن الكائن غير الحي عادي نتذكر المميزات ديلكائن الحي قلنا يتغدى يتنفس يتوالد ويموت اذا الصورة الاولى احجار او حجارة هل تتغدى هل تتوالد هل تتنفس لا اذا هذه الصورة الاولى كائن حي الصورة التانية نبات هل يتغدى نعم يتنفس نعم يتكاثر ينمو نعم يموت يذبل نعم اذا الصورة التانية كائن حي الماء كائن غير حي الحاسوب فهو كائن غير حي بالنسبة للحشرة النملة فهي كائن حي اذا تتغدى وتتنفس وتتكاثر وتموت اذا بهذا نكون قد انهينا حصتنا لهذا اليوم شكرا وإلى اللقاء